وجدان الأفلاك وجودك يا علي وزمانك سألنا مذيئمنا أصمم على العداء مفروق على النار حبك يا علي مفروق على النار حبك يا علي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا مأكم فنفوز فوزا عظيمة قال محمد بن الحنفي وبتنا ليلة أحدى وعشرين مع والدي أمير المؤمنين عليه السلام وقد نزل في جسدي الشريف سم الضربة لأن السيف الذي قتل بي علي كان مسموما وذكر أرباب التاريخ والسير أن علي عليه السلام لما ضربه ابن ملجم المرادي قال قتل الابن اليهود لا يفوتنكم وصرح الإمام علي عليه السلام باسم قاتله حتى لا يؤخذ البريء بالسقيق ثم قال لا يتبعه أحد سيظهر عليكم من هذا الباب وبينما هم كذلك وإذا أبو الصيح التفت وإذ يرون أدو الله أقبل به إجماعي جردون وأوقفوه بين يدي الإمام علي عليه السلام ثم قالوا لهم كيف حصلتم على عدو الله وقبضتم عليه قال الذي قبض علي كنت نائما في داري وإذا بزوجتي تصيح يا فلان لقد حدث في الأرض شيء غريب إني أسمع إني أرى إني أرى الأبواب بعضها يضرب بعضا إني أرى الأبواب بعضها يضرب بعضا وهبت ريح وأسمع مناديا ينادي بالسماء تهدمت والله أركان الهدى قصمة العروة الوضقى قتل علي بن علي المرتضى قلت لها اذهب يا أمرأة أنت مجنونة ومن يقتل علي بن أبي طالب وهو المميت المائد وخوى أظلمنا قالت قم وانظر بعينك وأنت تشاهد الأمر بنفسك قال فقمت وإذا أرى ذلك الريح الشديد وأرى أبواب بيتنا بعضها يضربوا بعضا ثم خرجت في حارة محلتنا واجتمع الناس هناك ونحن نتساءل ولكن بحالة مذهلة وبينما نحن كذلك وإذا بعدو الله ابن ملجم أقبل أي أروا قلنا له يبن ملجم هذه الصيحة قال لا أدري قلنا له تعال معنا إلى المسجد حتى نعرف خبر أمير المؤمنين قال أنا مشغول بأهم من ذلك قال فرفعت يدي لأضربه وأنا أقول له وهل هناك شيء أهم من أمير المؤمنين أب الحسني والحسين فلما رفعت يدي لأضربه اتقى ضربتي أو اتقى يدي بيده فانكشفه فرفعه ثوبه أو رفعه رداءه فانكشفه السيفه الذي أخفى تحت رداءه وفيه دم عرفت أن الخبيث هو الذي نفذ الجريم فقبضنا عليه وأوثقناه كتافا وأتينا به الآن إليه هنا الإمام التفت إلى ابن ملجم قال له ويحك هذا جزائي منك تقتلني وتيتم أولاي قال يا علي أو أنت تنقذ من في النار إن سيف اشتريته بألف وسممته بألف ولو أن ضربتي هذه وقعت على أهل هذا البلد لأتت عليهم جميعه ثم التفت الإمام علي عليه السلام إلى ولديه وقال له ما حافظا عليه ولا تتركا للناس إنهم يمزقون أما تنظرون إلى عيني قد طارتا فيهم رأسه أيها المسلمون اسمعوا هذا الكلام من علي بن أبي طالب وهل أن هناك شخصا في دنيا الوجود يحمل خلقا وإنسانية ورحمة ورافة مثل أمير المؤمنين الإمام يقول لي خصمه لقاتله لماذا تقتلني وتويتم أولادي شنه جواب الخبيث يقول لي يا علي أو أنت تنقذ من في النار إن سيف اشتريته بألف وسممته بألف ولو أن ضربتي هذه وقعت على أهل هذا البلد لأتت عليهم جميعا بكل وقاحة الإمام علي يشوفوا الناس الجمهرة يردون يأخذوا يمزقون هذا لابن ملجم الإمام يقول للحسن الحسين الله الله فيه أما تنظران إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه لا تتركاه إلى الناس فإنهم يمزقونه وكان يوصي به أسألكم بالله هل سمعتم شخص في الدنيا خصمه قبضوا عليه قاتل قبضوا عليه ويوصي به بالرحمة والشفقة مثل علي بن أبي طالب أبدا لا على أي حال هذا والإمام كان إذا أتوه بالطعام أبدا وبقي منه شيء يقول إنقلوا إلى أسيركم عبد الرحمن بن ملجم الله الله فيه أطعمه مما تطعماني وأسقوا مما أتسقي وهكذا كان يوصي حتى أوصل حسن قال يا حسن أنت ولي الدم إذا أنا مت من ضربة هذا الرجل فأنت الولي فلا تضربه إلا ضربة واحدة ولا تمثلوا به فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقوب أكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وأما إذا عفيت من ضربتي هذه فأنا أعرف بالأرض وحقيقة لو عفي الإمام لعفاء علي سلام الله علي هذا وبعد ذلك حمل الإمام سلام الله علي أولاده إلى داره أنا حرق قلبي للعقيل زينب انحنت على أبيها تقل ليصل الفياف يا أبويا يا علي يصل الفياف بجمرة الصيف ويقطب الوغا وياليات المخيف والله يا شيء عن دركار التكالي ويقطب الوغا ويالي أياف ألف وسفه يقووا يوالي أياف ياخوا يوالي ايد بالملجم وصل تكشيف ايفو يا راحة ايامك تشبه الطيب 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 عادي هنا اشتد عزة الإمام في ليلة الأحدى وتسأل الحسن زينب صاحت هالليلة الليلة أبسبونا بشد والله الليلة أبسبونا بشد بشد أو جرحا لذبرا سبضهد يا جرحا لذبرا سبضهد يا جرحا لذبرا سبضهد يا جرحا لذبرا سبضهد أخو يا أخو يا أخو يا ترانا ترانا ولا ترانا في ذلا نعيش بعدها تلتفت النوم للحسين عليه الصلاة تقل لي يا حسين قل لي اش لا نبونا اش لا نبونا وليا لشاف الخطف لنا لوانكم يا خوتي تجعدون لوانكم يا خوتي تجايا يا يعدون اوش اله الذي عيس تنشدون وعناك ما استغمض عيون يعدون الواد بعد ما يغرفون يعدون الواد بعد ما يحايا يعدون يعدون قال محمد ابن الحنفية وقد اشتدت علة والد وفي تلك العشياء دين الإمام إذراً عاماً للناس أن يسلموا عليه ويودعهم ويودعون يعدون وسئل الإمام على المسائل الجتة في تلك الليلة فأجاب عنا وحتى في تلك اللحظات يقول سلوني قبل أن تفقدون والإمام سلام الله عليه أعياه الكلام وأخذه التعب فكاد أن يغم عليه فصاح الحسن عليه السلام خففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم وأخذ الناس يتفرقون بعد ذلك حيث أمر الإمام العسن بانصرافه حتى يستريح الإمام عليه السلام ولما خلت الدار وما بقي بها أحد سواء البيت من أولادي وأولادي أخي كتب الإمام سلام الله عليه وصية وأوصى الحسني وقال يا حسن يا حسين وصيكما بتقوى الله الإمام علي أوصى وصية نحن لو نقرأها بصورة موضوعية فما نجد كلمة واحدة في هذه الوصية أن علي أوصى بدار أو بعقار أو بقسيمة أو بأرث أبداً لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش هذه الحياة كلها وهو زاهد في هذه الدنيا ووقف أمير المؤمنين تلك المواقف الجريئة في خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام وقد افتداخ بروحه الطاخرة ونغض وهو في سن مبكرة يدافع عن هذا الدين العظيم وهذا وهذا مما لا يشك فيه إثنان ممن تابع سيرة الإمام سلام الله عليه ودرس جوانب حياته المشرقة والطيبة وعلي وعلي هو القائل قمت لها وأنا ابن العشرين وها أنا ذا قد ذرفت على الستين قمت لها وأنا ابن العشرين أو دون العشرين قال قمت لها وأنا دون العشرين وها أنا ذا قد ذرفت على الستين كان سلام الله على هذه الفترة من العمر يدافع عن هذا الدين وقاتل على تنزيل القرآن وله مواقفه المشهورة سلام الله عليه وحقيقة أن هذا الدين ما قام إلا بسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني بدفاعه عن الإسلام وبدفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله والتاريخ ما حدثنا أن في يومنا الأيام علي بن أبي طالب طلب مقابل أبداً كان كل خدمته في سبيل الله وما وقع في قلبه أبداً ولا مقدار قد أنم له أنه يطلب الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني وما يتعلق بأمر الدنيا أبداً كل هم الإمام علي أن تتركز كلمة التوحيد في الأرض وتنتشر كلمة الإسلام ويظهر الدين على كل الأديان والإمام علي يدعو إلى المرحمة وإلى أصيانة الحرمة وهذا شعاره في فتح مكة لما أخذ الراية وتقدم أمام النبي وهو يصيح اليوم يوم المرحمة اليوم تصأن الحرمة وكان على ابن أبي طالب صروات الله وسلامه عليه يجهد نفسه في سبيل ذلك واشتهد سلام الله عليه في سبيل توطين الكلمة الطيبة كلمة الأمر بالمعروف والدفاع عن المنكر والدفاع عن الإسلام علي وتمثل في الدين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لما برز علي ابن أبي طالب إلى عمر بن عبد ود العامري في معركة الخندق قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله وهذا هو اليوم الفاصل وهذه معركة من المعارك الإسلامية التاريخية ولولا علي وموقف علي سلام الله على ذاك اليوم لصار الإسلام نسيا من سيا أخواني علي هذا الإسلام إسلام علي هذا الإسلام في الحقيقة ما ثبت أركان ودعائم إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه على العموم أستهناك حتي بعد مرد الروح فيه الإمام سلام الله عليه إلى كلمة قال إن كل حقد حقدته قريش على رسول الله أظهرته فيه وستظهره في ولدي من بعدي ما لي ولقريش إنما وترتهم بأمر الله وأمر رسوله وضح الكلمة في الميزان شوي انتبه له وهذا كلام علي ما بي لبس ولا علي غبار أن كل حقد حقدته قريش على رسول الله على رسول الله أي أظهرته فيه حقدته قريش يعني ما كانوا راضين بهذا الإسلام أصلاً وبعضهم من دخله مستسلماً وبعضهم منافقاً وبعضهم منافقاً وهكذا إلا القلة يعني هذا النبي الواعظ العظيم الذي يجى بكله معجزة وبرهان مع هذه الصورة يشوفوا من تحت من برى ظهر منافقون ومخربون ومشككون وإذا شوفوا الصفة يعني المحسوب ويعدون بالأصابع ذول الذينهم ثبتوا على القول الثابت وعلى سنامهم أمير المؤمنين سلامه الله أو وسنامهم أمير المؤمنين سلامه الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله الله وانتصر أمير المؤمنين على عمر بن عبدوت ورجع برأسه إلى النبي ويجي جبرائيل يقول له يا رسول الله أخبر علي أن ضربته هذا اليوم لعمر بن عبدوت تعدل أبادة الثقلين الله صلى الله عليه محمد الله صلى الله عليه محمد وكان يؤثر على نفسه وهو المعني بقوله تعالى والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شحى نفسه فهو لا كوم فهي قضية مفصلة على كل حال المعني علي سلام الله هذه معركة بدر العظيمة حصة علي منها حصة الأسد من الذبيحة في يوم بدر قتل من قراش سبعون بطلة خمس وثلاثين قتلهم المسلمون من المهاجر والأنصار اشتركوا في قتلهم وخمس وثلاثين بطلا قتلهم علي بن أبي طالب بيده الله صلى الله عليه محمد الوليد ابن عتبة واسترك في قتل شيبة وعتبة وقتل حمضلة وأبا القاس أخو خالد ابن الوليد والعاص ابن العاص أبو سعيد منتفت وفلان مفرعتهم التاريخ خمس وثلاثين بطل من خيرة القوم فتوغرت صدورهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه وحملوا الحقق في قلوبهم فخمس وثلاثين قتلهم علي بيده مش تصور حصة من هاي الغنائم الغنائم اللي حصلوها في معركة بدر ثروة استغنى بها الفقراء بعضهم اشتروا بساتين بعضهم اشتروا بيوت بعضهم اشتروا أراضي حصصهم وأثرهم منها صارت عتم الثروة فعلى ابن أبي طالب حصة كبيرة يا أبا الحسن هاي حصتك قال أنا لا أأخذ حصة فهاي مني للمسلمين ماري لانا بس لقيت لي درع بالمعركة إذا اتهبون إلي فأخذه الإمام هذا الدرع وذبه بالدرع مالي ما أعمل إبن أبي طالب مائين أكثر حروبة يدخل بلا درع حتى في معركة خيبر الإمام قال له هذا مرحب لابس سبع درع ألبس مثل قال لا قميص خفيفة ألبس قال ليش قال علي جنة من الله إذا دنى أجل فرجت عني إذا درع وأخذ هذا الدرع وذبه على إبن أبي طالب أصلا ما إلا بي شغل إلى آن خطب الزهراء سلام الله عليها بعد معركة بدور النبي قال ليش عندك مهار تقدم قال لي عندي ناضحي بعير يعني وعندي سيفي وعندي هذا الدرع اللي لقيته النبي قال لي شيفك هذا احنا ما نستغنى عنه ونضحك هذا مركبك وتحمل الماء على أهلك العيالك هذا مفيدك النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن بيع الدار وينهى عن بيع المركب يعني كان قبل الفرس أو البغل أو كذا أو البعير وموتك الآن السيارة وكذا أصلا الإنسان المركب ما لا انسى أنه عندك مركب خاف تحتاجه لا تبيعه إلا بي أحسن منه والدار كذلك البع الدار فهنا النبي صلى الله عليه وآله قال له هذا أنت الدرع ما إليك شغل بيه بيع الدرع راح باع الدرع بربعة مئة وخمسين درهم أو خمسمين درهم مهر لفاطمة الزهراء يقول بول السلامة لو أن تبر الدهنة لو أن رمل الدهنة هذه الدهنة ما بين الأحسان وما بين حضر الموت إلى اليمن هذا رمل طعوس لو أن رمل الدهنة يكون ذهبا وفضا وذرا وجوخرا فلا يساوي قلامة أغفر من أغافر فاطمة الزهراء هذه الزهراء سلام الله عليها جاء بالدراهب الإمام صباه يم النبي والنبي هزها قال خير نسى أمتي من أقلهن مهرا والزهراء والإمام صلى الله عليه عاش مع الزهراء معيشة الكفاف حتى النبي قال له أروح أدل وضعك حتى تتزوج يقول له أولا حتش أسوي أنا يقول اشتريت لي خشبتين وشديتين بحبل داخل الحجرة وعنده صديق مكاري قلت له جيبنا حصم أو رمل خلي بالدار وفرشها يعني شوف رش داره شي شعطي يعني شده شي أثث وبعدين هم اشتروا له سرير مزمل ومخدة ليف وبنها الحجي هذا بالمهر اللي ينطاع وجره ومنها القليل يقول بعدين دعوت النبي قلت له تعال شوف دارنا يقول بس أنا مستحيل هيبت رسول الله يا فاطمة الزهرة من هي فاطمة التي بيتها سقفه عرش الله فاطمة الريحانة فاطمة الحوراء الإنسية فاطمة يقاطب سليمان كالتاني يقلها يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب لبابه ويا عنقا تجمل بالمكرمات فذكى إهابه لقد عبق خطه وصلك بابنة عمران يا ابنة المصطفى فتلك مريم إلى آخر الكلام مش تحشي لك عن الزهرة السلام الله يقول يا جنبي شاف دارنا يقول أنا مستحي بعد يعني كل ما بيفراش رمل يقول رأيت رسول الله برك على الرمل وأخذ يشمه ويقول ما أطيبه هذا الرمل إن صاحبك لناصح الذي جاء به إليك لو علمتني به حتى ينقل إلى بيتنا مثل هذا الرمل يقولوا لما دخل الحجرة وشاف الأثى السرير وشبتين حاطق اسم ابنة أخي وعنة ورابطها بحبل قال هاي شنو قلت له هذي نضع ملابسنا عليها أنا وفاطمة يعني مثل مشاجر قالي وهذا شي جميل موشكل بعدين قال له علي قالت قال تدري هذا الدار هاي اللي الحجرة الأثاث البسيطة وهرموا الله هذا وكذا قال له هذي تخطو عليه قدماءك وقدماء فاطمة ومنها الذرية الصالحة تختلف عن القصور وعن كذا وفلان حجرة قال هنا يولد الحسن والحسين وزينة وهم كل ذو سلام الله عليهم فغرض من الكلام إخواني على ابن أبي طالب سلام الله عليهم أصلا كان زاخد بهذه الدنيا قال له النبي صلى الله عليه وآله يا علي إن الله أنزلك منزلة ما أنزل بها أحدا سواك بغض إليك الدنيا وزهدك فيها وحبب إليك الفقراء فارتضوك إماما وارتضيتهم أتباعا فعلي إمام الفقراء أي على ابن أبي طالب سلام الله عليه أصلا ما يحب بالغطرسة ولا التجبر ولا التعالي ولا الكبرياء ولا أبدا وما يرغب بيش إنسان بها الصفات وينتسب إله كون سيرة الإمام وضع الإمام فهذا على ابن أبي طالب سلام الله على ما طلب مقابل أبدا ولا كان عنده هم في الدنيا نهائيا ولأنه كذلك لما ضرب على رأسه بالمحراط قال فست ورب الكعب فست ورب يعني وصلني الموت وأنا ما أفكر بأي الدنيا اللي عليها الناس يتحاسدون ويتخاصمون ويتعاركون وحتى الأرحام متقاطعون فيما بينهم على حساب الدنيا مع الأسف على كل حال فعلي سلام الله عليه وصيته يوصل حسنين بي من أوصى أولاده ما قال هاي الدار وهي العقار وهي كذا وهي البل وهي لا قال هم أوصيكما بتقوى الله بعد وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما وقولا للحق وعملا للآجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا يا بني ويا العبد المطلب ويا من بلغه كتابي آذى لا أل فيكم وأنتم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل ابن أبي طالب قتل ابن أبي طالب ما أريد هاي قتل ابن أبي طالب وفلا تتهمون الوادم وهذا وحبشينه وهذا ثاكلين يعياله وهذا ما يتمين أطفاله وهذا كأبدا ما أريد هاي اقتلوا بي قاتل بس هذا نفذ الجريمة قل باقي تركوه لا تسلوه شنو هذا الذوق قل قال ثم بعد ذلك قال لهم أوصيكم بصلاح ذات بينكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعاله يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصياء صلاح الله تصلح بين اثنين أفضل مما تروح العمرة وحاج بعد الواجب وأفضل من كل عمل تعمله تصلح بين الناس وخير النأس من نفع الناس ثم أخذ يوصي وصايا الله الله في اليتامة فلا تغب وفاهم الله الله بفي جيرانكم أنها آخر وصية نبيكم الله الله في القرآن لا يسبق أنكم بالعمل إلي غيركم الله الله فالزكاة الله الله في الصياء الله الله في الصلاة إنها عمود دينكم ثم أخذ يوصيب الضعفين وأوصى بالنساء خيرا وقال إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة دير بالك علي قالوا أرحمه وكذا إلى القائل يا حسن يا حسين أوصيكما بأخوتكم من غير أمكم أتكم أخوة من غير أمكم مثل محمد والعباس وفلان وفلان ثم أوصى أولادا من غير فاطمان بطاعة الحسن والحسين ثم أخذ الإمام ينظر إليهم نظرة الوداء ثم قال لهم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ثم مد الإمام رجلا وأسبل يدي وغمض عيلي وأدل شهادتي ثم قال أستودعكم الله يا الله الله ثم قال أستودعكم الله وقضى نحظه أيوة إماما رحم الله من هدا يا الله ياهوة أماما أيوة سيدا ياهوة علي أيوة مظلومة أماما ياهوة ياهوة الشهيد أنا حرق قلبي لزينب الصاحة يتوي أنا بن عشبون تريد وأنا بن عشبون تريد بريض يا شيال مجبل على لاس العيد لأشجية معيان أنه وإ سيد plate سيد وأنا حرق قلبي ون ショ اشب عن شاف مننا اولا اولا يبونا الراح مننا واحد يشيائل يشيائل نعشبو يتالي تالي اي 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 واحد يد الى قصر الساد اي 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 اه اي رساد اي 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 الى قصر اي اي والذى علمت شته والدمع دمسائل وصاحة بصوتي صدع الأجمال إياني حامل حمايا يلبيك الأبثال إياني يا أبويا بعيد البلا بعيد البلا يا أبويا بويا بعيد البلا من الدار تنشال وما خشبت شانك ضليا لا يا عيل ويتاماك لفرقا يا أبويا إياني يا أبويا بعيد البلا بعيد البلا بعيد البلا نصبح بصبري يتامعوا عدوان كم عيدين يريف اليتاما والمساجين يبويا بنانا من مرجم لفابنين يقول الإمام الحسد لما دفن والدي أمير المؤمنين يقولوا رجعنا بالطريق مرانا على خربة سمعت أديد من الخربة يقول دخلتها وإذ أرى رجل كبير سمجلول ناهم على قفاء ويبكي قلت يا شيخ مما بكاؤك قال يا ابني اتركني وماذا تريد مني قلت بالله عليك علمني قال يا ولدي وغل تنفعني بشيء قلت إن شاء الله أنفعك قال أنا منذ زمن بهذه الخربة وبهذا الحال الذي ترى وفي كل ليلة يأتيني رجل يغسل يديه ورجليه ويغير ملابسي ويطعمني ويسقيني وله ثلاثة أيام غاب عني ولا أدري مالذي يفرق بيني وبين وأنا حالي يرثانا ولا أدري ماذا أبتنع من المجيئين فقال له الحسن أتعرفه يا شيخ قال لا والله قال يا شيخ هذا والدي أمير المؤمنين أبو الأرامل والأيتاء قال إذن إلى أين راح عني قال ألا أنفرغنا من دفنه قتلوا ابن ملجم لما سمع الرجل شاقتل الشاقات متتابعة ثم قضاء نحبه ودفنه الإمام الحسن عاد لما وصلوا للدار وقت الغروب أجل زينب تسأل الحسن والحسين تسأل الدفان شلون دفن أمير المؤمنين أجل زينب 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 بشأت والعين عمره والعين عمره أجل العسن قعدت بكترة أتقل يا شمامة زارة يا أخو يا دنع لبه يا ويا القبرى يا يا دنع لبه يا ويا يا أيا القبرى يا وعند الصليم وخبرة قل/. الحرب ظلقت بسارة كسر Newz, ermette يا سيدوري يا عزيلي يا عزيلي يا عزيلي يا عزيلي يا عزيلي يا عزيلي طلبة زوروها قبر أبوها واخضاها أبعز وجلالة وهبا ومحمل أي وحجاب وحافين في أبنه هاشم وأبو فاضل وزارت قبر أبوها علي لكن أقول شلون لما زارت قبر الحسين زينب لما رجعت من اليسور أبن الشام وما عده ولي ولا عمي أصاحت يسار الشام ومن الشام جاناكم لا أبيدي أخوتي الموت يهنى الموت وياكم أخويا بقت مقلوبنا خسرة من الشياء لو مد فلاك والله فلطايا يا حالة قبر حسين طاحا أوحنتم الفصيل علينا يا نازلين بكربلا هل علبكم خبر بقتلنا وما أعلم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وقضي حوائج المحتاجين ويسر أمور المؤمنين ولا تسلط علينا الظالمين واشغلهم عن أذانا أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم اجعل دارهم عامرة وقضي حوائجهم وفقنا وإياهم لخدمة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات وجدان الأفلاك وجودك يا علي وجدان الأفلاك وجودك يا علي وزمانك سألنا مذيئمنا أسمع العداء وزمانك سألنا مفروض على الناس حبك يا علي وزمانك سألنا مفروض على الناس حبك يا علي